مدرب المنتخب الأولمبي العراقي السابق راضي شنيشل في تصريح صحفي قائلا عدد المحترفين الكبير سيقضي على اللاعبين العراقيين في ملاكز قلب الدفاع والارتكاز والهجوم إذا أردنا تطوير الدوري العراقي ونخلق لاعبا جيدا للاستحقاقات الدولية علينا تقليل فرق الدوري والمحترفين حتى تأخذ بعض المواهب فرصتها باللعب والمشاركة ولا نقلد دول الجوار لأن وضعها وظروفها مختلفة تماما اللاعبين المغتربين أصبحوا بكثرة في الدوري وفي جميع فئات المنتخب العراقي وهذا ما ضيع المواهب المحلية بسبب المطالب الجماهير الذي لا تعرف من يخدم المنتخب العراقي غير اللاعب المحلي لا يمكن للكرة العراقية أن تتطور ولو جلبوا أفضل مدرب في العالم هذه حقيقة المنتخب العراقي دائما يحقق انتصار بأقدام اللاعبين المحليين وهم أكثر شراسة في اللاعب وأفضل من المغتربين بكثير المحلل السعودي حمد ردبيخ في تصريح صحفي قائلا ما نشاهده من قبل الاتحاد الأردني والناشطين في الأردن هو مؤسف جدا جميع الدول العربية لعبت في العراق وتتمنى أن تلعب في البصرة من أجل مشاركة العراق فرحته ومن أجل توضيح صورة مهمة عن الكرة العراقية والجماهير العراقية إلا الأردن لا يريد ذلك إطلاقا بل قام بعمل تصرفات طفولية جدا من أجل حصوله على موافقة نقل المباراة إلى طرف محايد وهذا عمل سخيف جدا وجبان جميع المنتجات العربية والغير عربية لعبت في أرض العراق وتحديدا في البصرة ولم نجد أي شيء بل شاهدنا مكارم العراق التي عجزت عنها جميع دول العالم والأردن واحدة من الدول العربية التي سبق وأن لعبت في أرض البصرة ماذا تغير الآن؟ حارس مرمى فريق زاخو علي كاظم في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا سأشعر بفرحة كبيرة جدا في حال تواجدي مع المنتخب العراقي بمباراتي الأردن وعمان أنا في خدمة المنتخب العراقي في أي وقت وشرف كبير لي وسأكون المشجع الأول للمنتخب العراقي في حال عدم تواجدي في القائمة للأمانة حارس نادي زاخو علي كاظم يستحق التواجد في المنتخب العراقي بحسب ما وصل من أحد الصحفيين العراقيين المقيمين في الأردن أوصل رسالة مهمة جدا للجماهير العراقية وهي كالآتي الاتحاد الأردني يريد نقل مباراته أمام العراق من البصرة إلى طرف محايد آخر حيث كلف الاتحاد الأردني لكرة القدم خمسة أشخاص وكل شخص يستهدف عمل معين ويثبته في قرص للمعلومات حيث أن عمل هؤلاء الأشخاص هو أحدهم عليه تصوير المنشورات التي تنشر من قبل الجماهير العراقية التي تحتوي على تهديدات وكذلك تصوير التصريحات التي تنشر في القنوات وتخص هذا الموضوع أما العمل الثالث هو متابعة حسابات اللاعبين العراقيين وأي شيء ينشر بخصوص المبارات وأي تصريح ملفت سوف يسجل ضمن قرص المعلومات كل هذه الأمور وأكثر والغاية منها كسب معلومات كاملة وتقديمها على شكل قرص للاتحاد الأسيوي نطالب جماهيرنا الواعيذ والمثقفة أن تتصرف بأجمل تصرف في لال لقاء مباراة الأردن في البصرة جماهيرنا أكثر التزاما وأكثر ثقافة وهذا ما جعلنا ننجح في جميع المباريات التي أقيمت في البصرة منتخبنا الوطني يدخل معسكرا تدريديا في البصرة بالتاسع من الشهر المقبل استعدادا لمباراتي الأردن وعمانا ضن تصفيات كأس العالم الفين وستان وعشرين أدل اللاعب الدولي الجزائري جمال بل عمري بتصريحات رد فيها على خبر نشره موقع العراق اليوم الأحد يتحدث عن تقدم نديه الشرطة العراقي بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة الفيفا بسبب تجاوزه المهلة التي أمهلته إياها إدارة الفريق من أجل العودة إليه حسب مصادر في الفريق كما أنه نفع حصوله على أموال من النادي وبدأت أزمة المدافع الجزائري مع نادي الشرطة بعدما مغادرته له قبل بداية الموسم الحالي الفين واربعا وعشرين الفين وخمسة وعشرين بسبب عدم توفر أدنى شروط للعمل بالنسبة إليه مع الفريق حسب ما أكده اللاعب في تصريحات سابقة لموقع العراق علما بأن اللاعب وقع مع النادي العراقي على عقد يمتد لموسم واحد بعمري لم أحصل على فلس واحد من نادي الشرطة وشدد المدافع بعمري ابن أربعا وثلاثين عاما في تصريحاته لموقع العراق على أنه لم يحصل على مستحقات من نادي الشرطة بقوله لم أحصل على فلس واحد أو دفعة أولى من الأموال مثل ما يقال وتذكرة الطائرة التي ذهبت بها إلى معسكر الفريق في مصر اشتريتها من مالي الخاص ولدي كل الدلائل على ذلك وأردث لم أتلق أي أموال من نادي الشرطة ومن يقل العكس فليثبت ذلك ويرى اللاعب الجزائري بأنه غير مطالب بإعادة أي شيء للفريق العراقي بقوله أنا لست مطالبا بإعادة الأموال للنادي لأنني لم أحصل على أي فلس من طرفه ولدي كل الإثباتات على ذلك بالعمري الشرطة لم يمنحني مهلة للعودة وأكد المدافع الجزائري في تصريحاته لموقع العراق بأنه لم يتلقى أي مهلة من نادي الشرطة بعد مغادرته الفريق وقال في هذا الصدد لم يتواصل معي أي طرف من إدارة الفريق أو يمنحني مهلة للرجوع وأضاف لقد تواصل معي نادي الشرطة مرة واحدة بعد مغادرته له للتعرف على أسباب تركي للفريق ومنذ ذلك اليوم لم يعاود التواصل بي وخلال هذا الاتصال الأول والأخير اشترطت عليهم أن يوفروا لي الظروف الملائمة للعمل وبأن أحصل على أموالي التي يدعون أنني استلمتها وأوضح المدافع الجزائري موقفه تجاه الفريق بقوله أنا الذي منحت الفريق مهلة بقصد الرجوع إليه ولكنني لم أتلقى أي رد وكل شيء مثبت عن طريق إيميل أرسلته عبر البريد الإلكتروني الخاص بي وأضاف لقد أرسلت إلى النادي خطاب حسن نية من بريد الإلكتروني الشخصي يوم 28 سبتمبر أيلول الماضي من أجل العودة إليه ولدي كل الدلائل بأنه كان لدي حسن نية وبأن مغادرته تعود لعدم توفر الظروف الملائمة للعمل بعمري أحترم جماهير الشرطة وشعب بلاد الرافدين العزيز وأشار المدافع الجزائري إلى أن علاقته بالعراق وشعبه لم تتأثر إطلاقا بسبب هذه القضية مؤكدا بأنه يحترم جماهير نادي الشرطة والعراق كبلد حيث قال أنا احترم جماهير نادي الشرطة وشعب بلاد الرافدين العزيز وكانت لدي رغبة في العودة وكانت متشوقا لتأدية موسم في حسن التطلعات جدير بالذكر أن بعمري يملك 29 مباراة دولية مع منتخب الجزائر وكان من أبرز اللاعبين الذين أسهموا في تتويج منتخب الخضر بلقب كأس أم إفريقيا 2019 في مصر تحت قيادة المدرب السابق جمال بالماضي وكذلك التتويج بكأس العرب 2021 في قطر مع المدرب مجيد بوكر فضلا عن نيله لقب الدوري في الموسم الماضي مع فريق مولوديت الجزائر وبفضل إسهاماته الكبيرة في حصد منتخب الجزائر لكأس أم إفريقيا وكأس العرب يملك المدافع القوي والشرس بالعمري شعبية جارفة وسمعة طيبة بين الجماهير الجزائرية التي تحبه وتحترمه كثيرا